نشرت الفنانة مونة فاروق عبر حصابها الشخصي على تويتر صورة لها بفستان زفافي بيجمعها بالفنان محمد عز وكتبت كشف الفنان محمد عز عن حقيقة هذا الأمر حيث قال في تصريحات خاصة هذه الصورة من كواليس مسلسل الأب الروحي ومونة لا تمتلك أي صفحات لها على السوشيال ميديا وهذه صفحة مفبركة مضيفا ربنا يخلي زوجتي وأولادي رد الفنان محمد عز على هذا المنشور بصورة بتجمعه مع عائلته زوجته وأولاده وكتب الحمد لله الذي بنعمته تطم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليه كلية العمر كله إشاعة طبعا أنا متجوز الحمد لله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخلوهم لي ملعون أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذرة تستحلوا حرمات حياة الناس بمجرد لم شوية فولو لايكات الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني وكان الفنان محمد عز قد حرس على مشاركة متابعيه وجمهوره منذ فترة بصورة له خلال كواليس تصوير مسلسل اختيار اللي بيقوم ببطلته النجم أمير كرارة ونشر عز صورة ليه مع كرارة عبر حسابه على انستجرام وهم يرتديان الملابس العسكرية وكتب قائلا مليون مبروك النجاح يا بوسلين يا مجدع يا غالي وصورة أخرى وعلق عليها الاختيار منسي خالد سفاح يا رب كرمك وتوفيقك وذلك في إشارة إلى ظهوره في حلقة من حلقات مسلسل اختيار بيتناول مسلسل اختيار حياة أحمد صابر المنسي قادة كتيبة 103 سعقة واللي استشهد في كمين مربع البارس بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سينة على أن يظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل مسلسل اختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين تأليف باهر دويدار وإخرج بيتر ميمي في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك وادعمنا بالاشتراك على القناة وما تنساش اشتفاع زر التنبيهات علشان دايماً يوصلك كل جديد إذا كنت عاملين إيه؟ للمرة المليون أنا ما عنديش فيسبوك وما عنديش تويتر وما عنديش تيك توك فأي أكاونت فيك مش حقيقي بيخش يتكلم على الإساني وبيتكلم في المواضيع ما تخصنيش وبيهاجم حدا وبيقول رأيه في حاجة هو حاطت إسمي على الصفحة أنا ما ليش صفحات على الفيسبوك خالص ده للتوضيح وأتمنى أن أنتوا تعملوا ريبورت أو ما تصدقوش أي كلام يتقال أنا أي كلام بقوله بقوله من صفحتي هنا عن إستجرام بس ما عنديش غير الإستجرام المتوسط شكراً منا فاروق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة